غريبة معلكة باللوز بمقادر قليلة تعطينا بلاتو هماوي وغير برابعة لللوز بسم الله على البركة الله عندينا 250 جرام ديال اللوز اللي هي رابعة دروري تغسلو مزيان كيتوضع في ماء مغلل مهم الطريقة الصحيحة وضعتها لكم في الفيديو ديال كعب غزال كيكون ناشف اللوز خليتو انا هنا نصف ساعة غدي نطحنو بوحدو من بعد كنطحنو مع كاس ديال سكار 250 جرام طحنتو معها 110 جرام ديال سكار كتكون عندي عقدة اللي معلكة بهذا الشكل هدا خصتها تكون معلكة ضروري كنضيف رشة من الملح ملعقة صغيرة مملوئة من طحين الابيض اللي هو الفورث قشور ديال نصف ليموناء حامضة 4 جرام من خميرة الحلويات اللي هي نصف كيس فقط ملعقة صغيرة مملوئة من المربع ديال مشماش هاد البتا بيستاش مسألة اختيارية قدي نضيف نصف ملعقة صغيرة باتا بيستاش إلا عندكم ديروها ما عندكمش بلاش عندي هنا في المرحلة اللولة غدي نضيف صفار بيضة اللي تكون كبيرة كنضيف هاد الإضافة اللي كتعطيها واحد القرمة شولد دا رائعة ملعقتين كبيرتان من بيستاش هرمشتو ماشي مطحون بودرة كيكون مهرمش كيبقى شوية كونكاسي أرقيق كنخلط مزيان إلى جمعات لينا بديك صفار البيضة فتبارك الله ما جمعت كنضيفو أصفار بيضة تانية هالكيمية تاخد لكم جوج أصفار البيض وديما كيبقى حسب النوعية ديال اللوز مهم كتكون عقداها هنتم اللي كتكون معلكة مخساش تكون قاسحة كتضيفو صفار البيض حسب نوعية اللوز كيما لحتو اخدت معي جوج أصفار البيض كنشكل كوريات قياس 19 جرام حتى العشرين جرام هادا هو سكر غلاسي سبيسيال اللي استعملت كناخد شوية أبيض البيض من ذاك الصفار اللي استعملت وكندوزوف باطن اليد وكنكور الكويرة واضحة الطريقة غي شوية فقط كندير في باطن اليد كنهز بالأصابع وننكور الكويرة ونحط في سكر غلاسي سبيسيال ضروري كتغرب له طبيعا الحال كين انواع مختلفة ديال السكر غلاسي سبيسيال انا هنه في هاد الوصفات استعملت هادا اللي وريتكم في الفيديو بزاف غادي تسهولوني را وريتكم الصورة دياله كان ديال الكويرات ونحاول انني نمررهم بالإناء بهذا الشكل هادا باش كيتلبسوا بسكر كما لحتو الكويرات راهم صغار هادا وستر دياله الغريبة هادي كتجي غريبة اللي بغي يكبرها ليه كامل اختيار تزيده في الحجم دياله كنديرهم في الطاوة كندغط عليها هكا شوية بالأصبع ديالي ندغط عليها كاملة وندخلها الفراء اللي نكون سخنته قبل بالنسبة لي عندي فرن الغاز النار من التحت صافي كان شعلو كيس خمزين كندخلها فرن متوسط درجة الحرارة كتشقق الى عندكم الفوق والتحت كتشعلو لها الفوق والتحت 12 دقيقة خرجوه هي رطبة مكونات النوغا عندي خمسين جرام غليكوز خمسين جرام سكر سانيدة خمسين جرام زبدة كنديرهم فوق النار غير كي يغلو مرة واحدة طلع في الغالية كنضيف لي مياس جرام ديال لوز ايفيلي ضفت لي مانا شوية ديال مشماش قطع وكنديرها في مور سيليكون ديال دولار كتدخلوها الفران كالطيب مخصاش تاخد مدة طويلة باش ما تقصحش ليكم كتاخد ما بين خمسة دقيق حتى ثمانية دقيق فقط هادا والشكل ديال النوغا كتجي زوينة بزاب ممكن تعاودوا اللوز ايفيلي بزنجلان بزريعة باش ما بغيتو انا كان فطلها بلوز ايفيلي شوفوا معل الكوكا جيل ديال بزاب كان نزيل حلوة كندير شوية ديال غليكوز والناباج اللي سخنتهم كنديرهم شوية في النوغا باش تلصق ليه فوق الغريبة هدا هو الشكل ديالها كتجي ما شاء الله زوينة بزاف لديد معل كمدق رائع جدا بالنسبة الكيمياء هدا هو العدد كامل تمانية وعشرين حبة القياس كما قلت لكم كتديرو في الكورة ممكن تمانة عشر جرام او تسعة عشر او عشرين جرام انا درت فيها تسعة عشر ووحدين درت فيهم عشرين جرام هدا هو الشكل ديالها معل كزوينة بزاف اللي داقاك اتعجبوه بصحتكم وراحتكم خلوا ليه اللايكات والتعليقات والبارتاج فرجا منتع